أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة هو الشعار يردده المنتمون طوعا أو كرها لحزب البعث وتحديدا في البلاد العربية حيث البعث هو الحزب الحاكم كسوريا وصابقا العراق إلا أن البعث لا طالما ارتبط بشخصية زعيم الدولة إذ ما يزال صدام حسين رمزا للحزب رغم الإطاحة به وبالحزب عقب الغزو الأمريكي ربما مشاهدين هذا ما أثار حفظة حزب الدعوة الإسلامي بقيادة نوري المالكي في العراق على الرغم من أن الحديث الآن عن نشاط الحزب في الأردن وليس في العراق فهيئة الانتخاب في الأردن وافقت على ترخيص المشاركة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى جانب أحزاب أخرى كما يبدو من هذا المقطع من منشورات الفرع الأردني للحركة القومية العربية أنه شديد التأثر بفكر الرئيس الراحل صدام حسين ويطلق عليه ألقابا مثل سيد شهداء العصر والشهيد الحي وذلك إضافة إلى نشر أقواله وخطاباته وذكر مناقبه واستذكار يوم ميلاده ووفاته حزب الدعوة احتج على ما أسماه إجازة الحكومة الأردنية لحزب البعث الصدامي ممارسة النشاط السياسي وهذا ما قاله نوري المالكي حزب البعث الذي ارتكب كل الجرائم بحبه العراق وأسقط السيادة حزب البعث موجود في لبنان موجود في سوريا موجود في الأردن قديما موجود في موريتانيا موجود ولكن هذه الإجازة رأسا إذا أنتم تابعتم بدأوا يهتفون صدام عائد عائد ولازم نحكم العراق إذن هذا ليس حزب البعث أردني وإنما حزب البعث هدفه العراق والعملية السياسية بالعراق ردا على ذلك نشر حزب البعث العربي الاشتراكي في الأردن بيانا مطولا جاء فيه إنما ورد في بيانكم ينم عن غباء وجهل كبير ولا تعلمون أن حزب البعث العربي الاشتراكي موجود في الأردن منذ أكثر من 76 عاما ما أنتم إلا مجامع قتلى ومجرمين قتلتم جيش بلدكم عندما أصبحتم خدما في صفوف جيش إيران وقتلتم أبناء العراق الذين كانوا يدافعون عن وطنهم ضد العدو الفارسي ألستم من دخل العراق مختبئين في بساطير جنود قوات الاحتلال الأمريكي؟ ألم يمكنكم سادتكم الغوزات من حكم العراق بالقتل والتشريد؟ الغريب أن ينتهي اسم حزبكم بالإسلامي في حين ليس لكم علاقة بمبادئ الإسلام لا من بعيد ولا من قريب أنتم لستم إلا طائفيين وكذابين مزقتم وحدة شعبكم وشردتم أبناءه الأردن دولة ذات سيادة وبيانكم وتصريحات المالكي هي تدخل بالشؤون الداخلية لبلدنا ولأنكم تجهلون معنا أن تتدخل في بلد شقيق للعراق وبشكل متعمد ما هو إلا اعتداء على بلدنا وتعكير صف العلاقات بين الأردن والعراق وبأوامر سيدك الفارسي مشاهدين هذه بعض ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي هنا أبو علي الجاسمي الضفيري يقول عجبا يا حزب الدعوة الإسلامية تجرموا البعث في الأردن وتنصروه وتحمونه من السقوط في سوريا المفروض البعث عدو في جميع أنحاء العالم لما اقترفه من جرائم ضد العراقيين أما علي الجبوري فيقول على فيسبوك طيب خلينا بعيدين عن حزب البعث أنتو الأحزاب الإسلامية شقدمتوا للعراق غير الدمار والموت مقابرنا ازدهرت وتوسعت بوجودكم مقبرة السلام في النجف أصبحت أكبر مقبرة في العالم بفضل عمالتكم عفوا سياستكم أما صالح الحنيطي فيقول أيضا الأحزاب في الأردن ضعيفة وتغلق وتموت بعد سنة أو سنتين لأنها تقام على أشخاص وتنتهي بانتهاء الأشخاص الأردن تقوم على العشائرية وهي أقوى من الأحزاب انتماء المواطن الأردني للعشيرة أكثر من الحزب رسميا مشاهدين أوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني ناشط على الساحة السياسية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وقد استطاع الحزب توفق أوضاعه بمجب قانون الأحزاب وأضاف أن أهداف وبرامج الحزب تستهدف عنوين للحظة السياسية في البلاد وأنه لا يسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج حدود المملكة أو أن يتلقى دعما أو توجيها من الخارج شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها